ننتقل الآن إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور داود السعدي الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك معنا القوات العراقية إذن تقتحم آخر معاقل داعش في جمال الحويجة تحديدا يعني الاستراتيجية العسكرية دكتور التي تتطلبها المعركة حاليا بالنظر إلى تطهير المناطق المحررة وأيضا التقدم أكثر في اتجاه تحرير كامل للحويجة حقيقة الحويجة باتت تقريبا بالكامل تحت سيطرة القوات الأمنية اليوم القوات الأمنية تمكنت من زخم المعركة في الجانب الشمالي وكذلك الجنوبي وهي تتجه باتجاه مركز قضاء الحويجة أكملت بعض القرى وكذلك المناطق والأحياء في مركز قضاء الحويجة وهي تتجه باتجاه ناحية الرياضة التي تعد آخر معاقل التنظيم ليتم التقاء المحورين الشمالي والجنوبي وكذلك المحور الغربي أغلب قيادات تنظيم داعش هربت من قضاء الحويجة أما باتجاه الرياض وهي بذلك قد حوصرت بالكامل أو باتجاه قوات البيش مركة التي تمكنت من أسر عدد كبير من قيادات داعش والبعض منهم قام بالتسليم نفسه ضمن هذا المحور هذه العمليات التي بدأت اليوم هي تأتي ضمن الصفحة الثانية والمرحلة الثانية أيضا لعمليات تحرير الحويجة فيما بدأت الشرطة الاتحادية المرحلة الثالثة التي كان مخطط لها القوات الأمنية سيطرت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق حيوية ومنها مطار الرشاد ومنها أيضا جبال مكحول بعض الأزاء من جبال حمرين التي تعد من أصعب المناطق من ناحية التضاريس بما يتعلق بالمعارك خاصة والكل يعلم بأن بعض قيادات داعش قد لجأت إلى جبال حمرين وجبال مكحول وبالتالي القوات العراقية اليوم قريبة جدا من تحرير كامل مناطق الحويجة في لقطة لجوء داعش إلى أين بالتحديد؟ سيد دود إلى أين لجأ أفراد داعش بالتحديد؟ بعض عناصر تنظيم داعش حول بالتحديد البعض منهم لجأ إلى بعض المناطق في جبال حمرين وهم الآن يتعرضون إلى قصف سواء كان مدفعي أو من طيران التحالف أو طيران الجيش والبعض الآخر منهم قام بتسليم نفسه إلى قوات البيش مارقة وقوات البيش مارقة حسب معلوماتي الآن تقوم بعمليات تحقيق ربما استباقية مع بعض من قام بتسليم نفسه أو من تم إلقاء القبض عليهم من قوات البيش مارقة للحصول على معلومات استخبارية ربما تمكن القوات العراقية من ملاحقة من حاول الهرب باتجاه جبال حمرين خاصة بعد تحرير جبال مكحول وسلسلة جبال مكحول التي تعد الأهم بما يتعلق بالتنظيم داعش كونها تمثل منطقة ذات ستراتيجية معينة للقتال يعني هي تحتاج إلى نوع خاص من المعارك باستخدام المدفعية أو طيران جيش وتوجد فيها عدد من الكهوف التي من الممكن أن يختبئ بها بعض عناصر داعش لكن الآن عمليات قصف مكثفة حسب علمي تتم على تلك المناطق أنا أعتقد بأن الـ 24 ساعة المقبلة أو الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد تحريرا كاملا لمنطقة الحويجة وبالتالي تبقى عمليات تطهير لبعض المناطق والقرى المحيطة من المحور الشمالي خاصة بعد الانتهاء من عمليات التطهير في المحور الغربي والجنوبي تحديات مرحلة التطهير وعمليات التطهير بالنظر إلى مخلفات داعش ونعلم بأنه خلال كل معركة يخلف داعش عدد كبير ونسب كبير من الألغام والمفخخات تحديات عمليات تطهير الآن حقيقة من الصعوبات الكبيرة جدا هي موضوع الألغام وموضوع السيارات المفخخة التي يحاول بعض عناصر تنظيم داعش الذين مظهرون مختبئين في بعض المناطق التي حررت من استخدامها هناك تحدي أيضا كبير جدا هو وجود مدنيين يجب على القوات الأمنية العراقية أن تؤمن خروج هؤلاء المدنيين وبالتالي العملية الخاصة بإزالة الألغام أو المفخخات هناك معلومات تشير إلى قيام تنظيم داعش بتفقيق الأنفاق في الحويجة وتفقيق كذلك الدور السكنية التي حاولت تنظيم من خلالها عرقلت تقدم القوات الأمنية هناك بعض القناصين الذين ينتشرون في مناطق محددة في جبال مكحول يتم معالجتهم من خلال طيران الجيش الذي يقوم بطلعات مكثفة سواء باستخدام الطائرات السمتية أو الطائرات المقاتلة لاستهداف بعض مواقع التي يتواجد فيها تنظيم داعش وخاصة نحن يجب أن نعرش هنا على نقطة مهمة أن أغلب القيادات الكبيرة للتنظيم داعش هربت من الحويجة حتى قبل المعركة هذه النقطة مهمة هم تركوا بعض مقاتليهم في الحويجة وعدد كبير من القادة قد قتلوا يعني قوات الأمنية عثرت على مقابر لتنظيم داعش أيضا هناك نقطة أود ذكرها أن هناك خلافات حصلت ما بين بعض قيادات تنظيم داعش ومقاتليه في الحويجة أدت إلى قيام بعض القيادات بعمليات إعدامات قبل فترة ليست بعيدة خلال الأربع أو خمسة أيام حسب معلوماتنا قامت بعمليات إعدام لبعض عناصر داعش الذين حاولوا الهرب لأنهم اكتشفوا بأنهم الآن هم غرر بهم أو هم الآن أمام أم الموت أو تسليم أنفسهم للقوات الأمنية العراقية هناك معلومات تشير إلى قيام قادة داعش بإعدام بعض المسلحين شكرا جزيلا لك سيد داود السعدي الخبيل عسكري واستراتيجي كنت معنا بالأخماس طناعية من بغداد